في هذا الفيديو سنقوم بتقديم برنامج الإقامة في كوبروس عن طريق الاستثمار سنتحدث عن المتطلبات الأساسية، التكاليف، الخطوات ومزايا الحصول على إقامة ثانية في نهاية هذا الفيديو سنجيب أيضاً على الأسئلة الأكثر شوعة حول هذا البرنامج اعتباراً من عام 2016 تسمح حكومة كوبروس للمتقدمين بالحصول على إقامة دائمة عن طريق الاستثمار حتى تكون مؤهلاً للتقديم على هذا البرنامج، يجب أن تكون 18 عاماً على الأقل بصحة جيدة وليس لديك سجل جنائي بالإضافة إلى ذلك، أنت مطالب بإداع رأس مال في مؤسسة مالية والذي سيتم تجميده لمدة ثلاث سنوات أنت مطالب أيضاً بشراء عقار وتقديم دليل مضمون، يثبت دخلك السنوي لنفسك ولجميع أفراد عائلتك يتطلب برنامج إقامة كوبروس عن طريق الاستثمار القيام بالاستثمار الموضح أدنى يتعين عليك شراء عقارات في كوبروس أو إثبات ملكية عقار قائم بقيمة لا تقل عن 300 ألف يورو بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لديك دخل سنوي آمن لا يقل عن 30 ألف يورو إذا كنت ترغف في إدراج الزوج أو الزوجة أو الأبناء الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً في الطلب فستحتاج إلى 5000 يورو إضافية لكل شخص سيتعين عليك أيضاً عند إدراج الوالدين أو أباء الزوجة بدفع 8000 يورو إضافية لكل شخص يرجى ملاحظة أن دخل الزوجة قد يؤخذ في الاعتبار حيث يمكن حسابه من ضمن الدخل السنوي الإجمالي للحصول على التكلفة المحدثة والمفصلة، يمكنك حجز اتشارة مجانية مع أحد مستشارين الخبراء من خلال التقديم على موقعنا على الإنترنت تنقسم عملية الحصول على إقامة كبرس عن طريق الاستثمار إلى خمس خطوات على مدى إثنان إلى ثلاثة أشهر الخطوة الأولى سنجري تطقيقاً أمنياً بشكل أولي للتأكد من أنك مؤهل للتقدم على البرنامج إذا نجحت في عملية التأهيل فسيلزم دفع دفعة أولية من رسومنا المهنية لبدء العمل على طلبك والانتقال إلى الخطوة التالية الخطوة الثانية سيساعدك فريقنا في جمع الوصائق الحكومية المطلوبة الخطوة الثالثة أنت مطالب بزيارة كبرس ومقابلة المحامي النائب عنك سنساعدك أيضاً في اختيار العقار وفي فتح الحساب المصرفي وفي تجهيز وثائق شراء العقار سيتعين عليك سداد دفعة أولية من قيمة العقارات ويجب أن لا تقل عن 200 ألف يورو الخطوة الرابعة بمجرد الانتهاء من عملية الشراء ومن جمع الوثائق الأخرى المتعلقة بهذه المسألة سيتم تقديم طلب الإقامة إلى الحكومة يمكنك الحصول على الموافقة الحكومية في غضون شهرين الخطوة الخامسة بعد منحك تفريح الإقامة يجب عليك زيارة كبرس في غضون عام واحد للحصول على الإقامة الدائمة وفي هذا الوقت سيتم تسوية رصيد رسومنا المهنية بصفتك مقيما في كبرس يمكنك أنت وعائلتك الإقامة بحرية في البلاد ستتمكن أيضا من الوصول إلى أفضل الجامعات والمدارس بالإضافة إلى الرعاية الصحية العالمية الميزة الأخرى أيضا أنه يمكنك تسجيل شركة أو أن تكون مساهما في شركة موجودة في كبرس تعتبر كبرس واحدة من الدول التي لديها أقل معدل ضريبي في أوروبا مع عدم فرض ضرائب على الدخل الأجنبي الميراث الضريبة المقتطعة على الفوائد المكتسبة بالإضافة إلى ذلك تسمح كبرس بالإضافة المزدوجة مما يسمح لك بالاحتفاظ بجنسيتك الحالية أو أي إقامات أخرى إذا تم استفاء جميع المتطلبات يمكن أن يكون برنامج الإقامة هذا طريقا للحصول على جنسية كبرس بصفتك مواطنة في كبرس ستتمتع بالسفر بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول إلى أكثر من 170 دولة وإقليم حول العالم بما في ذلك الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة دول منطقة تشينجين وكندا نعم، يمكنك ضم أفراد عائلتك المؤهلين في الطلب أو إضافاتهم بعد الحصول على إقامتك مقابل رسوم إضافية يمكن أن يكون أحد أفراد العائلة المؤهلين ابنا لا يزيد عمره عن 18 عاما أبنائك الغير متزوجون حتى سن 25 عاما الملتحقين حاليا بمؤسسة تعليمية الزوجة، أباء مقدم الطلب الرئيسي وأباء الزوجة والذين يعتمدون ماليا على مقدم الطلب الرئيسي لا تتطلب منك حكومة قبرص اجتياز أي مقابلات أو اختبارات لغة أو خبرة عمل سابقة لتتمكن من التقدم على هذا البرنامج سوف تقوم سيفري أن بارتنرز بتقييم أهليتك قبل تقديم طلبك سيتم شرح أي شيء قد يتسبب في حدوث مشكلات في العملية قبل اتخاذ أي إجراءة ومجرد تقديم ملفك ستجري الحكومة تقييمها الخاص لا، ستتمكن فقط من العيش في قبرص والصفر إليها باستخدام إقامتك الدائمة إذا قمت بتقديم طلب للحصول على الجنسية ستتمكن من القيم بذلك في جميع دول الاتحاد الأوروبي شكرا لمشاهدة الفيديو الخاص بنا عن برنامج الإقامة عن طريق الاستثمار للمزيد من المعلومات يرجى حجز استشارتك المجانية عبر موقعنا الإلكتروني ترجمة نانسي قنقر